إذن للحديث عن الاعتقالات التي تنفذها القوات الحكومية في محافظات الأنبار والتأميم وديالة ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي أستاذ علي مرحبا بكم يعني بداية ما أوجه الاعتراض على هذه الاعتقالات وعمليات الدهم التي طالت محافظات التأميم والأنبار وديالة لماذا هذه المحافظات دائما هي التي تشهد عمليات اعتقال وعمليات دهم أستاذ علي تحية لكم ولمستمعينكم الكرام في كل مكان الحقيقة العمليات الدهم والاعتقال التي تم الآن تتم في ظروف حساسة جدا تمر بها هذه المناطق نتيجة الاختلافات والسياسية والصراعات السياسية التي ليس لأهالي هذه المحافظات فيها أي دور سوى أنهم صابرين ومحتسبين رغم كل ما أصابهم ثم هذه العمليات الآن تتم في زمن ثبت فيه انهيار منظومة القضاء والتحقيق والعدالة الاجتماعية والعدالة لحقوق الإنسان في كل الميادين الكل يعلم أن هذه الحملات الدهم والاعتقالات يعني ليست كما يقال عنها أنها استهدفت شخص أو شخصين في الرمادي وشخص في ديالة وشخص في كاركوك لا هذه العمليات الآن القصد منها هي ترهيب المواطنين وتخويفهم وإقلاقهم لأن هذه المناطق رغم كل ما تعاني من آلام ومعاسي وتهجير ونزوح ومضايقات وعمليات سلب ونهد على عيد الميليشيات رغم كل ذلك صابرة ومحتسبة وتماسكة هؤلاء يحاولون أن ينفسون عن عقد الفشل التي منئوا بها منذ عام 2003 حد هذا اليوم لم يجدوا غير الاعتقالات وحملات الدهم الطائفي وعمليات ترهيب وتخريف المواطنين في هذه المناطق المنكوبة لكي يثبتوا فيها أنهم لا زالوا موجودين أو لا زالوا يعملون في الحقيقة أنهم فشلوا في كل الميادين والأصعيدة في العراق أستاذ علي عدم وجود أوامر قضائية سواء في مسألة أو موضوع التفتيش والاعتقالات إلى إمدى تتسبب هذه المداهمات وهذه الاعتقالات بدون أوامر قضائية تتسبب بمجازر وانتهاك ضد المدنيين خاصة ما حدث في أبو غريب مؤخرا يا سيد الكريم لو كان هناك قضاء عادل بنسبة واحد بالمية لما قام هؤلاء بهذه العمليات وخصوصا العمليات أبو غريب وغيرها هؤلاء يعني ينطبق عليهم مقولة من آمن العقاب أساء الأدب لأنه يعلمون أن القضاء منهار والقضاء لا يطالبهم يعني حين تخرج مفرزة بدون عمر قضائي يفترض أن القضاء يتخذ بحقها إجراء لكن هذه الحالة وأؤكد منذ العام 2003 حتى اليوم لم يتخذ القضاء إجراء قانوني بحق من يقوم بعمليات دهم وتفتيش واعتقال وحتى قتل واعدام خارج نطاق القانون بدون عمر قضائي ولذلك هذه العمليات ليس لها علاقة لا بمنسلحين ولا بإرهاب هي مجرد تنفيذ عن عقدة الفشل التي منئوا بها تلك الأحزاب والميليشيات ومن يدعمهم أقليميا للأسف والآن قاعدة دعمهم الأقليمية تتوسع بين دول كنا نعدها من الأخيار هؤلاء فشلهم أصبح حتمي وما يقومون به هو كل ما هناك عملية تنفيذ لعقدهم وإثبات أنهم ليسوا فاشلين وهم في أسوأ يعني الآن العراق يعاني حالة هي الأسوأ وتقرير الأمم المتحدة قبل أيام ثبت بأن في العراق جوع العراق الآن أكثر من ستين بالمئة منه يعانون الفقر والجوع على أيدي هذه العصابات والميليشيات أستاذ علي الميليشيات تقوم بالاقتحامات خاصة في مناطق ديالة طبعا ومناطق أخرى من العراق ولكن هل من واجب الميليشيات يعني ويقع على عاتقها المداهمات والاعتقال يا سيدي ليس لديهم واجب أو يعني على عاتقهم أي شيء سوى عمليات دهم واعتقال القصد منها ابتزاز المواطنين إرهابهم تهجيرهم من مناطقهم الاستيلاء على البساتين نحن نتكلم عن منطقة في بوهرز تعاني منذ العام 2003 حتى اليوم هناك أكثر من 15 قرية يعني تقع على نهر بوهرز وهذه المناطق تعاني حتى مواليدهم لا يستطيعون تسجيلها مواليدهم لا يستطيعون تسجيلها وعمليات حصار طالت منعف عنهم حتى الطعام والدواء والغذاء أكثر من 15 قرية في مناطق بوهرز هذه عمل ممنهج لتهجير المواطنين وأجبارهم على النزوح من أجل الاستيلاء على أملاكهم وأراضيهم أليس من واجب الحكومة التدخل وبالتالي أن توقف هذه الانتهاكات التي تسم في نهاية المطاف إلى تغييب المعتقلين قسريا أستاذ علي الحكومة شريكة في كل عملية تعذيب وتغييب قسري وانتهاك تحدث في العراق هذه الحكومة متواطعة ومشتركة من خلال الميليشيات والأحزاب التي تمثلها سواء في البرلمان أو في ما يسمى الحكومة لا ننتظر خير من هذه الحكومة أبدا لأنها متواطعة وعمدت إلى قتل العراقيين مع التأكيد أن حكومة الكاظمي كانت أكثر الحكومات التي توحشت فيها الميليشيات بجرائمها لأنها هي الحكومة الأضعف ودائما تريد تثبت نفسها بأنها موالية للميليشيات وأنها ليس على خلاف معها مما أوقع الشعب العراقي وتلك المحافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل وقع الضحية جرائم هذه الميليشيات إذا كانت الاعتقالات قانونية كما تزعم الجهات المنفذة لماذا نشاهد حرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية مثلا بتعيين محامي أو الإبلاغ عن أماكن اعتقالهم ما السبب في ذلك أستاذ علي؟ سيد الكريم من طرائف الأمور أن قبل أيام حين تمت مهاجمة أو محاصرة أو التظاهر أمام مجلس القضاء الأعلى أعلن القضاء بأنه سيعطل عمل في المحاكم والمحامين نقابة المحامين أعلنت أنها ستعطل الحقيقة أننا منذ العام 2003 حتى الآن القضاء لدينا معطل ولا يوجد القضاء والمحامين هم عبارة عن راشي ومرتشي ورائش المرتشي هو القضاء والرائش هو المحامي والذي يدفع الرشوة هو الإنسان المسكين الذي يبتز بسبب الاعتقالات القضاء العراقي لا يوجد له وجود منذ العام 2003 والعراق يشهد انهيار تام بمنظومة القضاء ولذلك هذه الميليشيات تقوم بعمليات دهم واعتقال من أجل ابتزاز المواطنين والاستيلاء على أراضيهم عبر سكاة من برلين الناشط الحقوقي علي القيسي شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم